من هنا يمكن أنا فيه حاجة في الأول في دماغي عايز أسأل فضلتك عليها موضوع الشاب اللي يروح عاوز يتقدم لبنت أو يفاتحها في موضوع فترفضه فلا يقابل ذلك سوى بأنه أقتلها ليه أنا بقول دايما هي مش ظاهر وما هياش كتيرة لكنها بتحصل اللي بيحصل ده ليه وإزاي وحكمه إيه عشان برضو يبقى فيهم الحسن يكون فاكر أنه يعني إيه أصلا ربنا هيسامحه لعله يكون أصلا مهدوم نفسيا أنا معرفش ربنا بيسامح مين وما يسامحش مين دي بتاعة رب العزة لكن حكم ده إيه وننصح أولاء الأمور بإيه وننصح الشبان بإيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام وعلى سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن ولاه واتبع هداه وبعد أولا لابد أن يعلم الجميع أن العقود أيًا كانت العقود إنما تنبني على الرضا والإرادة الكاملة فإن وقع إكراه بطبيعة الحال يكون العقد باطلا وبضرب المثال يتضح المقال وأولا الشريعة الإسلامية جعلت للزواج مقدمات ومكونات ومتممات المقدمات بتتمثل في حسن الاختيار وفي الخطبة والمكونات من الرضا بين طرفي العقد وتحديد المهر وشهادة الشهود أما المتممات الإعلان والزفاف والوليمة فحينما ننظر إلى الخطبة قالوا الخطبة أن كل من طرفي العقد يعني العريس والعروسة أو الخاطب والمخطوبة يتعرف كل منهما على الآخر ربا أن يقتنع به وربا أن لا يقتنع به وفي التاريخ الإنساني كله فيه شباب تقدموا لبنات ورفض إما من الفتاة وإما من أهل الفتاة وكانت الأمور عادية جدا وأيضا هناك شباب بالعكس يعني تقدموا لفتيات هم اللي رفضوا الفتاة يعني بعد أن ذهب أو سأل أو استأصى كأنه لم يرضى بأي شكل من الأشكال وتم الاعتذار أو الانسحاب بل إن بعضهم يعني قد يخطب الفتاة مدة طويلة سنة أو سنتين مثلا ثم يتراجع عن الخطبة هذا أمر عادي فلو يتصور إنسان أنه هو السيد المطاع الذي لا يرفض يعني أنهى سقوة وقعة قد تبدو غريبة جدا هل يتخيل أحد أني امرأة ترفض إكمال الزواج مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفسه هل يتصور أن امرأة ترفض إكمال الزواج مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفسه أحب الخلق لرب العزة حصل عقد النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة وأولياؤها طبعا وافقوا وانعقد العقد وفي ليلة الزفاف أو الدخول فقالت هذه المرأة في مخدعها للنبي صلى الله عليه وسلم بعد العقد أعوذ بالله منك قال لها بكل أدب وتواضع لقد عثت بعظيم الحقي بأهلك وانتهت المسأل على كتب بس ولم يسأل ولم يسأل ولم يسأل ولم يسأل ولم يسأل نهائي جاءت له أعوذ بالله منك الله أعلم هي قالت أيه الدوافع الملابسات الرسول لم يستفصل ولم يعاقبها ولم يوبخها ولم يطردها قال لا خلاص انت عثت بعظيم يعني الله عز وجل الحقي بأهلك خلاص وانتهت الخلق النبوي نعم فهي الإشكالية إيه في المجتمع إن فيه يعني طبعا حضرتك تفضلت نديم الظاهرة الحمد لله ولم نصل ولا نصل إلى الكارثة صحيح لكن دي حوادث وأحداث شزة لكن هي أيضا تضوق نقص الخطر ما الذي جعل الشباب أو بعض يعني طبعا بعض الشباب بيتصور أنه يؤمر أو يأمر فيطاع احنا مش في سوء الجواري احنا مش في سوء الإماء أنه هو يذهب يفرض أمرا على امرأة ما ينفعش لأن هي ليست جارية عنده ولا أما عنده ولا طائراته وبعدين أي إنسان حر شريف يقبل على نفسه أن امرأة ترتبط به كارهة أو ترتبط به مجبرة ما أنا قلته في الفقه الإسلامي يعني لو أنها وافقت على مضض بإجبار وإكراه وقلنا قبل كده وقعت الفتاة التي زوجها أبوها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من ابن أخيه ليرفع خسيسته يعني ابن أخو هذا الرجل كان سمعته سيئة للغاية فهو أراد من باب العصبية القبلية أنه هو يدار عليه يعني سأزوجه ابنتي فعقد عليه فذهبت الفتاة متضجرة متبرمة بأدب إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبي زوجني من ابن أخيه وأنا له كاره ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا كالعرف الفاسد عندنا في الريف والبدو والأعراب والصعيد والمناطق الشعبية حتى يمكن بعض المناطق غير الشعبية قال لها لا لا دا كلام أبوك لازم يسمع مش هارف إيه هتفضحينه وفي الكلوري السيء ده أنا بسميه العرف الفاسد لكن الفتاة لما قالت لنبي صلى الله عليه وسلم أنا له كاره يعني لا أحب ابن عمي ولا أوافق عليه ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أو ماذا فعل فرد نكاحها يعني فسخ العقد فسخ العقد من الحاكم يعني إلغاؤه يعني كأنه كأن لم يكن دا كلمة فسخ فقالت الفتاة أما وقد فعلت رسول الله يعني فسخة عقدي إني أجست ما صنع أبي إلا أني أردت أن أعلم النساء من خلفي أليس لأوليائهن من أمورهن شيئا فيا سيد الكريم ومتابعين الكرام نحن هنا بحاجة بأمانة إلى التوعية الأسرية ليه يمكن حضرتك ملاحظ في الأونة الأخيرة يعني مطالبات أو مناكفات أو مشاحنات أو قضاية تتصل بالأسرة وابتدت تطفو على السطح أنا في نظري مرد ذلك إلى عدم التوعية الأسرية يعني كان من المفترض أن لا يتم إبرام عقد زواج إلا بعد تأهيل طبعا سواء من الأزهر الشريف أو من الأوقاف أو من دار الإفتاء دي الموسطة الدينية طبعا بالنسبة لإخواتنا أهل كتاب من المسحين في الكنيسة طيب وأيضا المؤسسات المدنية بس يكون هناك مؤهل لعمل هذه التوعية الأسرية والله العظيم أنا عندي هذا المشروع في مؤسس الخيرية لكن ألن نفسه عن اسمه حتى لا يكون إعلانا بنعمله لله يعني احتسابا وكان معروف أنا مش هولك أن هنا المخدم على الزواج هيكون يعني فقيه في فقه الأسرة لا على الأقل يعرف الحقوق والواجبات وأيضا بنغرس ثقافة في المجتمع أن الإنسان لا يتصور أنه الفتاة توافق عليه لمجرد الشكل أو لمجرد الحسب أو النسب أو المال لا ده شيء قلبي يعني لو ود أنها توافق بالعقل والقلب معا يعني كنا نسمع أب مثلا يقول لك أنه يقول للبنته أنا مش لقي سبب منطقي خليك ترفضي أنت هتتجوزي غصبا عنك فتقول له مش عايزاه يعني أنت بتكرهيه ما بكرهوش مش عايزاه عارف في هذه الحالة العقد باطل وبدليل أهول ست يعني في مثلا امرأة ثابت ابن قيس ده صحابي جليل على أيام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة أدبها الإسلام يعني لم تكذب ولم قالت يا رسول الله صلى الله وسلم إن أبي لا عفوا امرأة ثابت ابن قيس قالت يا رسول الله زوجي لا أعيب عليه في خلق ولا دين كانت أمينة لم تدبج له ولم تلفق ولم تزور ولم تدلسه اتهامات قالت زوجي لا أعيب عليه في خلق ولا دين ولكن أكره الكفر في الإسلام يعني لا أريد مثلا أن أعيش معه منافقة أكرهه من قلبي وأتعامل معه ظاهريا كأني مختنعة به ليس على بمثل هذا تقام البيوت فالرسال السلام قال أتردين عليه حديقة الحديقة هنا إما أنها مهرا وإما أنها كانت هدية يعني لأن بعض كده الفقهاء يقولوا أي مال يتراضيان عليه في الخلع معزرة وليس كمنص القانون برد المهر لا في الشريعة أي مال يساوي المهر أقل من المهر أعلى من المهر أي حاجة أي شيء وسواء كان نقدا أو عينا أو منافع أو حتى هي تنزلت خالص أو مش مشكلة أو تركت له المال أو هو سبحان الله يعني قد يكون من شرفاء شرفاء الناس ولم يقبل أنها تتنازل والرجل قال لك يعني خلاص يا رفضاني بارك الله فيما أخذته ولم يجعل نفسه في النظام المادي ويساومها لا ولذلك قال الحنابلة يستحب للزوج إن كان النشوذ من جهته ألا يأخذ من زوجته التي تخالعه شيئا هو مش عاوز شف العظمة آه فسيب لها كل حاجة سيب لها لأن ربنا قال وإن امرأة خافت من بعدها نشوذا أو إعراضا يبقى الإصلاح ومجد إصلاحا يبقى معروف فالمهم امرأة سامة بن قيسة لما قالت ذلك حتى لو أتوه بس المسابة التلقي الكريم الرصاصة قال أتردين عليه حديقة قالت نعم قال لزوجها اقبل الحديقة وطلقها تطلق وانتهت القصة على هذا الحد ما جاش بقى الصحابي الجليل سابت بن قيس وقال لا دهنا صحابي وانا وانا ومن عيلة كذا وقبيلة كذا وانا صرفت كذا أبدا انسحب الرجل بكل هدوء وعلى فكرة يمكن دي المشهورة عند أهل العلم لا الخلعة وقع أربع مرات أربع حوادث في عهد النبي صلى فعلا اه ازاي اه يعني في رجل برضو الحارس ابن الضرب رضي الله عنه أرضها وأيضا بريرة وسابت وأحد الأعراب دي أربع حوادث حصلت أهم الرسول وسبحان الله الرجال يعني مثلا أغرب الأشياء بريرة بريرة دي كانت يعني تعتبر من طبقات الدنيا شواء في المجتمع وبعدين رجل تزوجها اسمه مغيث بثاء فالمهم هي ما لم تحبه يعني بريرة هذا لم تحبه مغيث فخالعته طبعا الخلعة مشروع قد تبقى لك يبقى هنا فلا جناح على ما فيه ما افتدت به تمام ده هو أساس الخلعة في القرآن الكريم المهم لما حصل الخلعة كان مغيث يتتبعها بس بأدب فحينما يراها يبكي يبكي فحتى النبي عهد صلى الله عليه وسلم يقول لي سيدنا أمه رضي الله عنه يقول له أرأيت حب مغيث لبريرة فقال له والله نعم الرجل يعني إذا وجدها ذهب إلى السوق أو إلى مكان بيبكي بكاء شديد فالمهم الرسول عليه الصلاة يستدعاها شوف هنا عظمة الإسلام وأخلاقية النبوة فالنبع الصلاة يقول لي بريرة ألا ترأى فينا بمغيث فبأدب بتقول له أأمر منك قال لا إرشاد بس قالت لا أريده لكن شوف أدب الصحابية تقول له أأمر منك يعني لو أمر منك هنفزه وأرجع له شوف شوف الأدب أأمر منك يا رسول الله فألتزم به قال لا لا إرشاد إن أردت أن ترجع إليه حبا وكراما لا ترجع إليه حبا وكراما هو الرسول في سؤاله أن لها ألا يعني لك بخيار أحسنت قالت لا لا أريده وانتهت القصة على كتب ولم يرجع إليها فأنا بقول هنا النغمة الجديدة يعني أنا الجيل اللي تربط فيه والجيل اللي صدقني ما وجدنا رجلا شهما كريما محترما يجبر فتاة على الزواج منه إنما يتطور الأمر إلى القتل والضرب لا دي نغمة جديدة 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 ده لابد نقول لإخوتنا علماء الاجتماع قبل ما أقول علماء الدين علماء الاجتماع هذا الأمر غريب وجديد وطارئ على ثقافة أو تماسك أو بنيان الشعب المصري لابد من تحليل أمين صادق لهذا الأمر وأيضا هنا أنا بضم صوتي بقى حضرتك إن يا ريت لا يبرم عقد زواج إلا بالتأهيل وننشر ثقافة إيه معنى الخطبة هو الخطبة على فكرة يعني شوف التعبير الفقه المؤذب ما قال إيه التماس الخاطب الزواج من المخطوبة التماس معنى بالتماس مش أمر مش أمر سيادي مش أمر إلزامي الفقاء كلهم قالوا كده لما جم يعرفوا الخطبة قالوا التماس الخاطب شوف شوف هنا أدب علشان يعني المرأة برضو غالية طبعا التماس الخاطب الزواج من المخطوبة ولذلك في عقد الزواج بنبدأ بمين بالزوجة أو بوليها أو وكيله تمام ها وإذا وقته نفسي أو قبلت أي نصيغة بنبدأ باهية نخطبها لحضرتك هي اللي توافق بعد كده الزواج أو وكيله أو وليه يقول إيه على حسب الظروف يعني قبلت ما بنبدأش بالرجل لو بدأنا بالرجل يبقى هنا كأن المرأة يعني عفوا إنما إحنا بنقول إيه بقى في التشريع ويبقى بالزواج بالذات المرأة مطلوبة لا طالبة يبقى هنا تراعى فيها القيمة الإنسانية هي اللي توافق على الخطب وأنا أيضا أناشد أولياء الأمور أول شيء لابد أن يفقهوا إيه معنى الولاية في عقد الزواج ستك أشرت بتقول إن آه نعم الجيل القديم سواء في الصعيد في الأعراب في البدو لا حياء الشعبية غيرها القب بيقول يا بنت اتجوز يعني اتجوز هذا خطأ هذا خطأ الولاية أنت عرف معناها إيه أن ولي المرأة عند جمهور الفقهاء يخبر مجلس العقد بأن ابنته مثلا رضيت ووفقت إنما لا ينشئ الرضا يبقى فرق إحنا نتكلم تعبير فقهي الولي يكشف الرضا ولا ينشئ الرضا فرق بين لي اتنين ومش ينشئ الرضا ولا الإرادة الرضا والإرادة حق للمخطوبة ترجمة نانسي قنقر